السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هنحل عدد 44 سؤال مواقف على الدرس التالت من الوحدة التانية والدرس ده كان بيتكلم عن الكميات أو التعبير عن الكميات والتعبيرات المستخدمة أثناء التسوق لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملافات الشرحة والتدريبات PDF وتحل الاختبار على كل فيديو سأسأل زميلك عما هو تناوله في الواقبة الخفيفة هو سيقول إيه اللي بيأكله ركز أكل واحدة أو اثنين فاكهة سأسأل ممتك كم عدد البيضات اللي هي بتضعها في الجاتو اللي لازم الإجابة يكون فيها عدد لأنك سألت عن العدد جانمي 5 أضع منها خمسة تسأل الباقع لبري عن سعر دا كيلو دو بانان عن سعر كيلو الموز تقول إيه اللي بانان سي كم بيان الموز عامل كام تسأل عن سعر منتج هو عيرود يقول إيه هيرود يقول ساكوت 50 ليفر إجيبسيان هو يتكلف أو هذا يتكلف خمسين ليفر هنا بمعنى جنيه وهي كلمة مؤنفة لأما لو كتاب هتبقى كلمة مذكر عشان كده جايب لها إيجيبسيان أخرها ن لو بولانجير الخباز يسأل لك سأل لك عما أنت تريده وو ديت أنت تقول خبالك أنه خباز يبقى أنا عايز أقول له أنا عايز حاجة لها علاقة بالخبز خبز طويل إيدي كروسو وكروسو تسأل منتك كمان فرن جاتو عن كيفية عمل الجاتو وو ديت انت هتقول إيه جو فدري ساوار أريد أن أعرف لزنجريديون فرن جاتو عايز أعرف المقادير أو المكونات لكي أعمل جاتو صاحبك بيسألك سكي الفو فور عما يلزم لكي فرن بيتزا عشان نعمل بيتزا وو ديت انت هتقول إيه الحاجات اللازمة عشان نعمل بيتزا هنقول نحتاج إلى باكو فارين دقيق زميل يسألك عما إذا كنت تشرب شاي قبلك من سي هل انت بتشرب شاي فو ديت انت هتقوله إيه هقوله وي أيوة نعم أنا أشرب منه قليلا الرجل الحلواني بيسألك أكل بخفن بأي نكهات أو بأي مذاقات فو زميل جلاس انت بتحب الايس كريم فو ديت انت هترد تقول إيه جو فدري يون بول على فريز أنا عايز بولة بالفارولة دينك هل هو تسألنا عليها لكي تسأل أو تستعلم عن مكونات الجاتو فو ديت أنت تقول كمان بتان فر دو غاتو كيف يمكننا أن نعمل الغاتو ازاي نعمل الغاتو موسيقى 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 فو دماند البائع يسألك كمية التماطم كيف تريد اللي انت عايزها فو ديت انت هتقول إيه هقول لجون فو دري أريد منها دو كيلو اتنين كيلو فو زيت أريان فوية لجوم أنت تكون في قسم الخضروات والفواكه أو الفواكه والخضروات فو ديت البائع يقول لك كمين دو كيلو دو كورجت كم كيلو كوسا ووليو طالما خضروات والفواكه يبقى ما فيش نغير الكوسا فو دماند صديقك يسألك لارسات دو غاتو عن طريق تعمل الغاتو 4 كار دا اسم 4 كار دا اسم نوع غاتو تمام يلدي هو هيقول خبالك هو بيسألهم و هيقول السؤال و يقول كالسان لسان ما هي مكونات أو مقادير دو 4 كار فو وولي فر انت تريد ان تعمل ريجيم هنا ريجيم نظام غزائي لسبياليست المتخصص يقول لك يترى المتخصص يقول لك كول كتير مواد دو هنية اكيد لا اشرب كتير صودة لا ما عندش غير الاختيار الاخير مانجي ام فو دو كل قليلا من كل شي على پاتسخي في محل الحلويات لفندور يسألك سو كو وولي عما انت تريد محل الحلويات يبقى انت عايز حاجة من محل الحلويات زي دي فريانديز اللي هي الحلويات زي البنبون والحاجات الصغيرة الحلويات بتاع الاطفال دي في السوبر ماركت يجب ان تشتري زبادي البائع يقول لك اذهب الى قسم منتجات الالبان اخوك يسألك لماذا لما هذا تريد انت تريد اللحوم لاذا تريد انت تريد تقول ايه اتسألك لك اجتري صغيرة لك لك في المطعم التدريسيه اتحدث الفصدر القجم سأرى كم عدد جرامات السكر التي نضعها في طرطة التفاة الخضر المفضلة عندك يعني اي نوع الخضار المفضل عندك انت هتقول احب جدا الجزر بحب الجزر جدا الجزر طبعا من انواع الخضر بالتالت دي الاجابة الصحيحة اللي هنا انت تستعلم او تسأل عن مكونات طبق انت هتقول هقول لكي نفعل هذا الطبق او لكي نعمل هذا الطبق تسأل عن سعر تحلية خب لك انها حاجة حلوة هتقول ايه ايه التحلية اللي هنا كيلو زبدة ما ينفعش الباجت ما ينفعش هو ده ما هو سعر الايس كريم تطلب بادب من البائع فواكه انت هتقول له ايه هقول له اريد فراولة لو سمحت ده طلب فواكه بادب هنا ايس كريم وهنا ميا وهنا المينو قائمة الطعام البائع يسألك يسألك عن الكمية فهو يقول علشان يسألنا عن الكمية هيقول احنا عارفين انه يلزم يلزم حضرتك كمين دو كيلو يلزمك كم كيلو تسألك عن مكونات الجاتو هي هتقول ايه هي هتقول دو لفارين دقيق دو بير زبد دو شوكولات وشوكولات الرجل الحلواني يسألك عن الكمية يسألك عن الكمية انت هترد و تقول هقول ايه عايز برتقال خبالك انه حلواني تمام هقول له كله طماطم لا اهوة وشاي لا ما فيش غير احضر لي دو جلاس اتنين ايس كريم يسألك الفكهاني بتسأل الفكهاني لبري عن السعر الدي هو هيرد و يقول ايه طالما فكهاني هيقول سعر فكهة ان كيلو دو خيز كيلو الفراولة كوت بيتكلف 15 جنيه هنا بتكلم عن الايس كريم وهنا اللحمة وهنا الواجبة ما لهم شو علاقة بالفكهاني انت عامل نظام غزائي انت هتقول هقول انا اكل قليلا من الكثير او قليلا من كل شيء او قليلا من كل شيء تعطي نصيحة او قليلا من صاحبك لصحبك لكي يكون فصحة جيدة انت هتقول له ايه هقول له ما تشربش لبن ما تأكلش فكهة ما تشربش سودا هيا دي لا تشرب سودا انت تستعلم عن وصفة او طريقة عمل تحلية حاجة حلوة انت هتقول ايه كيف اعمل السلطة السلطة دي مش تحلية الكباب يطلع ايه موش تحلية كيس كجاشات ماذا اشتري علشان الكوشري الكوشري مش تحلية بالتالي ما فيش غير الاخيرة ما هي مكونات او مقادير الجاتو جون تعمل 8 ساعات في اليوم دانيال تعمل 6 ساعات في اليوم ودانيال تعمل 6 ساعات في اليوم فو ديت انت هتقول ايه هقول ان ده بيشتغل اكتر من ده او ده بيشتغل اقل من ده كلام بدي بجون يبقى جون بيشتغل بلو كدانيال اكثر من دانيال الاختيار الثالث بتسأل ممتك عن كمية الدقيق في الجاتو هي هتقول دقيق خد بالك هنا 250 جرام يعني 250 جرام دقيق بتطلب بادب واجبة في المطعم انت هتقول ايه اللي واجبة هقول ايس كريم ما تنفعش انا عيش شاي ما تنفعش الحساب ما تنفعش او الثلاثة ما ينفعوش ما قداميش غير الاخيرة أبورتي مع المنو هات للمنو سيل فو بلاي وانا اختار منها بقى في الوصفة امك بتضع ثلاث تفاحات واثنين موز انت هتقول ايه يبقى التفاح اكتر من الموز او الموز اقل من التفاح المي هي تضع كثيرا من الموز عن التفاح ما تنفعش قليلا من الموز عن التفاح هي دي اللي تنفع يبقى بتضع موز اقل من التفاح في السوبر ماركت في السوبر ماركت انت عايز تشتري منتج ألبان هتقول هقول لتر لبن لو سمحت في السوبر ماركت بتدور على زبدة البائع هيقول لك ايه البائع هيقول لك عشان الزبدة هيقول لك روح قسم المنتجات الدهنية هبص على الاختيارات مش هتلاقي اي حاجة تنفع لو كان في قسم الالبان كان ممكن تختار الزبدة من قسم الالبان انت معجب باطباق ممتك انت هتقول عليها ايه هقول لك هي بتطبخ كويس هقول اه ما بتعرفش تعمل اشغل المطبخ ما تنفعش انا ما بحبش اطبقها ما تنفعش ساكوزين يبون مطبخها او طبخها جيد تنفع هي ما بتطبخش كويس يبقى الوحيدة اللي تنفع هي التالتة صاحبك بيسألك هو ايه الاربع اربع ده واتفقنا ان الكاتر كار عبارة عن جاتوهاية كده او طورتاية مقسمة الى اربع اجزاء عايز تشوف شكلها اكتبها على جوجل وشوف الصور بتاعتها انت هتقول له ايه هقول له انها جاتوهاية على فرنسيز على الطريقة الفرنسية جاتو بس بالطريقة الفرنسية انت في قسم منتجات الحبوب البائع هيقول لك ايه البائع هيقول لك عايز ادئي فراولة ولا عايز ادئي سمك ولا عايز كام بيضاء كل دول مش في منتجات الحبوب هيقول لك كم بيضاء كم بيضاء كم بيضاء كم بيضاء انت تستعلم عن سعر ماتيار غراس مادة دوهنية يترى المادة دوهنية كم بيضاء كم بيضاء ما هو سعر كم بيضاء هنا زجاجة لبن هنا جبنة و هنا برتقال طبعا قلنا مادة دوهنية سنختار الزبط انت في قسم منتجات البحر انت ستقول ايه منتجات البحر مش هطلب منها صوداء ولا فرغة هطلب منها كم بيضاء كيلو دو ويتر بكم يتكلف كيلو المحار او الاصداف او سو بير مرشي في السوبر ماركت الاسعار ليست غالية انت هتقول ايه هقول الاسعار المنتجات تكون اقل غلوا لانه هنا قال لي لا تكون غالية لكن غالية الاختيار هيكون دي طبعا صاحبك بيسالك ما هي التغذية السليمة او التغذية الصحية انت هترد وتقول تاكل حلويات ما تنفعش تشرب صوداء ما تنفعش تاكل مواد دهنية وسمنة وكده ما تنفعش هي ان تاكل القليل من كل شيء خد نسبة قليلة من كل حاجة في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختباره على كل فيديو وتنازل ملفات الشرح والتدريبات شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته